اشتركوا في القناة وانكم تحبذون موضوع فن الصوريات او تصميم الصوريات في برنامج بواربوينت اليوم رح اقدم لكم ميزة جميلة جدا جدا وهي توطيد اساسا لفكرة تحويل ملفات البي ان جي او الجي بي جي الى ملفات الاس في جي وشو ممكن نحن نستخدم او نسفاد من هذه الملفات او لوحق الملفات في تصميمنا عبر برنامج بواربوينت لحتى ما اوطل كثير معاكم بهذه المقدمة تكربا ومباشرة وفضلا وليس امرا ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو واذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد الان يا اصدقائي رح اتوجه الان الى هذه المواقع اللي انا اليوم انا محتاجها ورح اترك الروابط مضمنة في صندوق الوصف الرابط الاول طبعا انا عندي هذا الشكل او قصاص الورقية رح تكون معانا بهذا الشكل رح استخدمه في برنامج بواربوينت وعندي ايضا الموقع الخاص بتحويل ملفات البي ان جي الى اس في جي وعندي ايضا موقع لتحميل الصور المجانية رح نستخدم اليوم بتصميمنا هذه الصورة طبعا الصورة رح نستخدمها ممكن تكون هي اسلايد افتتاحي ربما تكون محطات فواصل ما بين كل قسم المشروعك وقسم اخر يعني اي شيء كل ما انت محتاج لعرض صورة ضمن شرائحك او برامجك او مشاريعك في بواربوينت ممكن تستخدم هذه اللايقة والتصميم الجميلة في برنامج بواربوينت واعتذر عن الاصوات يلي حوالي خلنا اول شيء نبدأ بتحميل الصورة رح نقر على free download ومنختار large يعني رح نحمل الصورة بدقةها العالية رح نحدد مكان وليكون desktop وانقر على مفتاح save تاني امر رح نقوم بتحميل هاي الصورة طبعا البرنامج او الموقع في بيك رح يعطيني اياه صورة جي بي جي رح نختار download ومنختار free download ايضا رح نقوم بتحديد مسار اللي هو desktop وبناخد مفتاح save طبعا الصورة رح تنزل معي بلف مضغوط اغلب الاحيان رح نتوجه الى عرض في مجلد وناخد الملف وين هو الملف هذا هو الملف انقر باليمين وبنختار extract two اي استخراج الى وهذه هي الصورة اللي قمنا الان احنا بتحميلها هي صورة جي بي جي وهذا ملف رح يفتح معي على Adobe Illustrator وما اعتقد كل المستخدمين معاي الان هن عندهم برنامج Adobe Illustrator لذلك رح نعتمد على موقع بيسهل معاي استخدام هذه الصورة في اه تصميمنا عبر برنامج باوربين رح نتوجه الى برنامج باوربين الان تكرما لاجلكم ولاجل العمالة بيطلبوا معانا كثير موضوع انه نحن نغير اللون انا هلأ اتذكرت والله فخليني اخد اللون الفاتح لاجل حضراتكم والله لكن انا والله وانصحكم دائما لاستخدام اي واجهات حاول تكون الواجهة دارك او غامقة بتكون هي اريح لعيونك فالسلامة مطلوبة للجميع الان رح توجه الى انسيرت يلي هي ادراج وبنختار من هذا الجهاز اي صورة من هذا الجهاز وبنختار شون الصورة يلي احنا قمنا بتحميله وبنضغط على مفتاح الانسيرت رح توجه الى جلوب يلي هو اختصاص تمام ومنفعل بنسبة اه عرض الى ارتفاع ستعاش على تسعة تمام خلني ارجع انقر مرة تانية اه بسحب الصورة للاعلى اني انا محتاج يعني يكون معاي مسلا هذا الشكل طيب رح نسحبها لهون وبرجع بكبرة ملء الشاشة بالضبط جميل للغاية لحد الان الان رح توجه الى انسيرت مرة تانية ورح توجه الى صورة من هذا الجهاز وبرجع بحدد الصورة اللي قمنا بتحميلها هذه هي الصورة بحمل الى شريحتنا في باوربوينت رح نضع الصورة ولا يكون بهذا المكان ومناخد تكبير بالعرض ولا يكون معاي مسلا بهذا الشكل يا اصدقاء طيب لحد الان كلام جميل رح توجه من قائمة فورمات اللي اساسا من لما نقدر الصورة البرنامج يعني بفعل اياها ويعطيني اياها بتوجه الى كلر لهي الالوان وبختار تعيين اللون الشفاف انا محتاج اني ازيل اللون العلوي واللون السفلي اترك فقط يعني ما داخل الورقة او قصاصة الورقية تمام طيب بهذا الشكل عندي امكانية اقص المساحات الزائدة كمان لما انا عمل تمام واقص المساحات يلي انا مانيش محتاجة كلام جميل للغاية الان يا اصدقائي ركزوا معي شوي رح انقر باليمين ونختار يعني احفظ كصورة فقط هاي الصورة برجع بحدد سطح المكتب وبتسمي اي تسمية ما عندك مشكلفية وننقر على مفتاح سيف. الان خلني اتوجه الى الموقع التالت ويلي هو تحويل الصورة يلي قمنا بحفظها بعد ما ازلنا اللون الشفافة واللون الابيض رح نحولها من الى صورة الى ملف بتنسيق الاس في جي. نختار اختيار ملفات منحدد الصورة منقم بتحميلها على الموقع. رح ننقر على مفتاح التحويل بس اللي قال لي هوني جاهز انه تم تحميلها بشكل كامل. بضغط على مفتاح التحميل يرجع الانتظار تتم الان المعالجة او يتم الان التحويل اه من ملف البي ان جي وتم الانتهاء وتم تحويلها الى اس في جي وبيعطيك الحجم. رح ننقر على المفتاح تنزيل. بكل اختصار وكل بساطة بنحدد المسار لهو الديسكتوب وانقر على المفتاح سيف. رح نرجع الان الى باوربوينت ونضع اللمسات الاخيرة على الصورة المستخدمة لهذا اليوم. اول شيء خلني اختار ديبليكيت سلايد. يعني تكرار للشريحة. رح نختار شريحة رقم اتنين. بتوجه الى اي صورة من هذا الجهاز. ومنحدد من سطح المكتب ملف الاس في جي يلي قمنا بتحميله وانقر على المفتاح انسيرت. طبعا هامتكم متل ما انا شايفين هايدي الصورة يلي اجتني بهذا الشكل بالضبط. لكن لا يمكن التعامل معه قبل ما احوله الى الشكل. وهذه هي الميزة او لب العملية في تحويل او الهدف ان صح التعبير من تحويل ملفات البي ان جي الى اس في جي. لذلك راح انقر باليمين وبنختار يعني حول ليها الى شكل. فصارت متلى متل اي شكل اقوم بيدراجه. الان راح احدد الصورة طبعا الكبيرة. اضغط مفتاح الكنترول او الشفت. وبحدد الصورة السودة يلي نحن اه حولناها من ملف الاس في جي. نتوجه الى ومن دمج الاشكال راح اختار التقاطع. تمام. الان الصورة يلي في المقدمة اه من شي لم. ما ضليت انا محتاجة. وهذه القصاصة اللي بقيت عندي. ومتل ما هي تماما بختار كنترول زائد اكس. وبتوجه الى الشريحة الرئيسية. واختار كنترول زائد في. فالان الوضعية اللي حصلت عليها بصراحة غايب الجمالية. هذا هو التركيب من مخيلتنا اليوم. راح يعطيني ابتكار لصور بطريقة او عرضنا لصور بطريقة حقا جميلة وملفتة للانتباه. في امكانك تستخدم هذه الميزة للتسليط الضوء لاماكن معينة باي صورة انت مستخدمة. حابب تعرضها لجمهورك. على العموم لنستكمل عملنا بتوجه الى فورمات والى كلر وبختار اللون الابيض والاسوات. برجع بنقر مرة تانية على الكلر وبختار يعني اي لون يعني مناسب اغمق او ما شف ذلك خلني اختار ولكن هذا اللون تماما. برجع بنقر باليمين وبتوجه الى فورمات وبتوجه الى الظل وخلني اختار الظل الى الداخل لحتى احصل على هذه الحواف. بصراحة الان الصورة غاية بالجمالية وغاية بالروعة. تأثير جميل للغاية باستخدام القصصات الورقية بهذه البساطة. بيمكننا اه نضيف اي نصوص اذا بتحب تضيف اي نصوص خلني على سبيل المثال نضيف عنوان ونص اي نص افتراضي وارجع لكم. عندي على سبيل المثال هذه النصوص استخدمتها جازة. رح اسحب النص الاول لهون والنص الثاني لهون. انا عشان فقط يعني يكون امر واضح لكم ممكن استخدام هذه التقانم. هذه مفتاح تمام هذه التقانم حتى من خلال تصميم الشراء احنا. وراح يكون بطريقة جدا جميلة واحترافية. طيب بنختار هدول ايضا لهون. واللي يكون على سبيل المثال. وعندي باخيرا خلني اختار هذه الكتلة. بنضعها وين رح نضعها? اختار زائج. ومع مفتاح الشفت رح نزغرها كمان شوي. تكون معاي مسلا. ونزغر حجم الخط ليكون بهذه الجمالية. طيب نفس المبدأ هون. هون هون خلني اصغير حجم الخط شوي. عشان يكون موضوع توزيع المساحات يعني هو مناسب لانه بشكل كامل. تمام. خلني اختار الشكل التاني هون. نسحب على هذا المكان. تمام. وعندي هذا الشكل رح يكون عندي اياه هون. وهذا الوصف او هذا النص خلي يكون عندي اياه هون. يعني حولا. ربما كلمة اه يعني كلمة ارتجالية ليس اكتر. تمام. خلني اختار اي لون غامق. واللي يكون عندي مثلا هذا اللون. ونكبر شوي الحجم. تمام. لحتى نبدأ بالعرض بهذا الشكل. فالان اصدقائي تخيل لو انت عندك افكار وعندك اي شيء. او حتى تصميم لأي عرض او شريحة افتتاحية. او شريحة يعني تكون هي ما بين الاقسام لأي فصل من فصول دروسك او مشروعك الانتقائي معليه. ممكن تصميم هذه الصوريات او استخدام هذه الميزة في اضافة طابع جميل على صورياتك في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. فاتمنى يا ربي اكون قدمت لحضرتكم شيء جميل كالمعتاد لائق بوجودكم يا مجتمع قناة عالمكم. فتكرما لا تنسوني من التفاعل قدر الامكان. لا تساهموا معي في نشر هذه الافكار وهذه الشروحات. فكل ضغطت لايك من حضرتك تساهم معي في رفع شأن الفيديو على منصة اليوتيوب. وإيصالة الى شخص اخر. ايضا بحب اذكركم في خدمة الانتساب لطلب اي ملفات او استشارة تقنية او لقاءات مباشرة. وايضا بذكركم في انطلاق الدبلوم اه الدبلوم المتكامل في تصميم مشاريع احترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت بيمكنك تسجيل باي وقت. عبر الفيديو الموجود بالصفحة الرئيسية لقناة عالمكم. وايضا كافة المعلومات والتعليمات والروابط راح هتلاقوها بصندوق الوصف. اترككم برعاية اللام والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.